تان تان تا تا رمضان كريم وهشجوني لكل عام وانتم بخير بمناسبة ان احنا بقى دخلين على رمضان وايام جميلة بتنسونيش فداة وحلوة عملالكم النهاردة بقى البينة باتر النهاردة هنعمل زبدة الفول السوداني حلوة واقتصادية وسهلة وبسيطة اي حد يقدر يعملها وينجح بتفاوك كمان واوفر وانضف من بره وتقدر يتعملها يوميا فريش وتقدر يتعملها وتحفظيها عندك الأسبوع كل او الشهر كله اللي يا عجبك هنستخدم كوبايتين من السوداني وكلنا عندنا سوداني مفيش اكتر منه بقى طريقة حلوة وجميلة احب الاول اول 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 مرة بتزوروا القناة وعجبتكم الوصفة حطوا لايك واعملوا اشتراكوا تابعوني على صباحتي على الفيس وقناتي التانية هنا هستخدم السوداني ده كان في القشرة بتاعته الكبيرة وبنت جاعدت نص ساعة عشان تفقه من بعض والله المهم يعني انا محمصة يعني هو مسوية بس مش واخد لون سايب اللونه الفاتح لو انتي عايزت اكتر من كده انتي برحتك وحطيته في فوتا ومسكته يعني فرقته كده وهو جوه الفوتا عشان يبقى سهل علي ان هو يتقشر بدل ممسك واحدة واحدة وينضفته من القشرة بتاعه حطيته في لقطة ضاع 8 ما هتقولوا ليش والله هتجنن انا فتح الكاميرا وشايف الكاميرا لكن ما دوستش على التشغيل نزلت هنا ده هستخدم السيرب بتاع الحلويات اللي هو الكنابة والجلاش وكل ده هستخدم السيرب ده وزر من الملح مع السوداني اللي انت شفتوه حطيته جوه الخلاط اللقطة دي عايزة لكو هتجنن انا فتح الكاميرا لكن ما دوستش على التشغيل وانا شايف الكاميرا يعني قدامي انا ببص عليها انا شايف ان هي قدامي لكن ما شفتش ان هي ما بتسجلش عدوها بقى قلبكم مبيض كل اللي عملناه حطيتنا السوداني اهو زي ما هو لسه خشن ما نعمش وضيفنا عليه السيرب او الشربات او الكاتر زي ما بتقولوا وزر من الملح مفيش حاجة تاني بقى الخطوات هتشفوها معايا بقى بصوا لسه خشن اعملوا ايه شغلوا خلاط وتفوه شغلوا خلاط وتفوه عشان السوداني تقيل عشان ما يحصلش للخلاط حياتة فانا انا كنت عايزة حطه في المطحنة بس قلتي مش هينفع مش هيخليه نعم زي ما انا عايزة الخلاط يعني فيه اكتر من سكينة فهيعملوا بصوا لو انت عايزة قوم ده خلاص تتسد مش عايزة هتزودي هنا مية مية عادية لو انت عايزة قوم اللي انت شفتيه بفور من قبل خليه زي ما هو ما تزاوديش اي حاجة مجرد هو سهرب زر من الملح السوداني تاتسد مفيش وتسيبيه شغال لحد ما ينعمه يبقى بالقوام التقيل اللي انت شفتوه الاول لو انا عايزة اخففه هنزل عليه بالمية تاتسد اقتصادية ولا لأ مش انا قلتلكو عملنا مع بعض الطحينة من اصبوع صح وكانت خطيرة تبارك الله وناس عملتها ودعيتلي اعملوا بقى اسمها ايه اسمها ايه زبد الفول السوداني ده عشان تدعولي برضو هنا بقى هاوت شوية بشكل ده واحطوهم عملت شوية ان هما يبقوا تقال كده بحيس ان تحطيه على اي خبز على اي حاجة تبداري برضو تستخدمي في الحشوات حطيته انا في حاجة زي كده هتدوري على حاجة مقاسة كميل اللي انا عملتها او اي حاجة عشان احط اصور لقيه ده قدامي فقلت يالله وده شكله وده قوم بتاعه التانية بقى بدل ما نضيف مية هنضيف تحينة وعملنا تحينة مع بعض انا استخدمت تحينة حمرة حمرة يا جماعة فاكرين تحينة الحمرة عملناها مع بعض هبسيبلكو اللينك بتاعك جوا السندوق الوصف ودي التحينة اللي عملناها من اصبوع فات تمام بدل ما استخدمت مية استخدمت تحينة ما فيش بعض كده اقتصادية 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 كنت تسألوني تحينة الحمرة بتستخدميها في ايه قديني ابتديت انزلك وهو وهنزل كمان ان شاء الله شوفي بقى حطيها في السحور كده في نص الترابيزة اول حاجة هتتناسف اول حاجة من جمالها من جمالها غير بقى ان هي بقى يعني اللي عايش شوية عضلت كده في رمضان يهبط له طبقة طبقين حلوة جميلة خفيفة اقتصادية كنت مبسوطة بيها ما بتشبهش بسرعة يعني كل ما تغذي واحنا عايزة تغذي التانية مش عارفة تعملي على نفس الكنترول يعني اتواحنا في التانية ودي اللي عملناها اول مرة بصتوا بقوام حلوة ممكن احش بيها قطايف ممكن ازين بيها اي حاجة جميلة جدا اعملها صندوشات وحط عليها الجلي الولادة الصغارين هم رايحين المدرسة وبكده وفرت وقت واسعار بما ان الاسعار طالعة ضربة في السماء فالطريقة دي هايلة واي استخدمت الفراولة بقى كانت موجودة هي لك النهاردة فقلت بفترسها بقى خطيرة والله يا جماعة بشار فاقول لي غير انجوي اعملوها كل المكونات عبارة عن سوداني هم كوبايتين بس من السوداني السيرب او الشربات بتاع الحلويات زره واحدة من الملح مية عدية انجوي اشتركوا في القناة